بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ومحدثكم دكتور مروان صالح لنقل مباراة القرى الطيرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي بترجيت في الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز ألف رجال في صالة النادي الأهلي صالة الأمير عبدالله الفيصل بفرع الأهلي بنادي فرع الجزيرة كل الأمنيات الطائبة لفريق النادي الأهلي بالتوفيق دائما المتصدر المجموعة الثانية في رسيد 18 نقطة وهيكون علي منا فريق نادي بترجيت بزيه اللموني والأهلي على إيدك اليسار بزيه الأحمر أمام حضراتكم التشكيل تشكيل النادي الأهلي طبعا لاعب رقم 21 عبدالله أسامة في مركز 3 عبدالله عبدالسلام مركز المهيد الفريق رقم 2 أحمد صلاح رقم 4 مركز 2 ومعهم محمد عبد المحسن رقم 16 مركز 3 واللاعب الليبرو رقم 7 محمد رضا ورقم 21 أقولنا عليه عبدالله أسامة وتسعة محمد عصران محمد عصران على الإيدك اليمن فريق نادي بترجيت بزيه اللمونيو نقول له حضراتكم عليه برضو تشكيل رقم 3 عمر أكرم ورقم 10 أحمد جلال ورقم 12 لبرو الفريق رقم 12 لبرو الفريق مصطفى عصران ورقم 3 قلنا لحضراتكم عليه عمر أكرم وأحمد جلال وبقية أسماء اللعيبة لما تشوف بس وبقية الأرقام الأرقام رقم 11 أحمد حمادة نادي بترجيت رقم 6 ممدوح عبد المنعم والليبرو الفريق اللي هو رقم 12 مصطفى عصران وبيدير الأهلي فنيا الجهاز الفني أو المدير الفني الأسباني فرناندو بنتيز الأسباني ويعاونه محمد السيد ومحمد الحسيني وعبد اللطيف عصمان مدير فريق أحمد أسامة لداري الفريق أسامة أبو زينة محلل تقني شادي فهيم محلل تقني شريف صلاح لياقة بدانية أهاف فقر الدين طبيب آسر محمد علاق طبيعي أسامة إبراهيم تأهيل محمد الشهير مدلك أما الجهاز الفني طبعا لنادي بترجيت بقيادة الكابتن محمد مصنح يميدو ويعاونه تامر مجدي محمد عبد المنعم عمر شعلة مخطط أحمال أحمد سعيد محلل تقني عمر خليفة إداري شهاب محمود طبيب علي عادل أخصائي تأهيل إبراهيم أبو حمدة أخصائي علاق طبيعي وحسام الجندي مدلك ومحمد محسن حنفي ده مسؤول محمد هذه رقم تسعة من نادي أهل بيترجيت ملهب أديب معيد الفريق وعلى الإنسال وعلى عيدة كليمين نادي بترجيت النادي بترجيت في المركز الثاني في مجموعة النادي الأهلي برصيد 12 نقطة والأهلي يتصدر هذه المجموعة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة بعد 6 فوز أو 6 لقاءات فوز على المجموعة بالكامل في الدور الأول وهذا هو اللقاء الأول في الدور الثاني في المجموعة الثانية في دوري القرى الطائرة السيدات الممتاز الرجال سوري الرجال الممتاز على ايدك الشمال النادي الاهلي وتقدم الاهلي بالنقطة الاولى والارسال مع رقم 21 من النادي الاهلي عبدالله اسامة عبدالله اسامة على الارسال عبدالله اسامة لاعب طبعا له ان شاء الله مستقبل واجيل مستقبل واعد ان شاء الله ودي محاولة مرة تانية من النادي الاهلي استقبال الكرة والاعداد وضربة صاحقة من احمد عزب احمد عزب طبعا نزل مكان الليبر اللي هو محمد رمضان احمد عزب رقم 22 الليبرو برا فإحنا عارفين الليبرو بيكون موجود لما ييجي اللعب في المنطقة الأمامية بيخرج ويبقى الليبرو بيكمل والليبرو خارج الملعب والزميله بيبقى مكانه في المنطقة اللي جميلة اتنين النادي الأهلي بترجدت واحد بترجدت لاشيق وعلى إرسال عبدالله أوسامة رقم واحد وعشرين إرسال من أعلى إرسال من أعلى مع الوزبير برسال قوي استقبال كده مش ولابد من بترجدت إعداد مرة تانية رقم واحد رشاة شبل طبعا موجود في الفريق ومحاولة مرة تانية من نادي الأهلي ونقطة كده ضائعة من فورباس أو أربع قراط تقريبا كده في بداية الشعب التاني النقطة الأولى للنادي بترجدت رقم عشر رقم ارسال أحمد جلال وحكمنا الدولي محمد زأزو بيدير هذا اللقاء بمعاونة إبراهيم زاكي الحكم التاني الحكم الدولي أيضا الإرسال مع رقم عشر على الإرسال وإرسال من نادي الأهلي ضربة صحيقة قوية من أحمد صلاح والليبرو ما يقدرش يعمل فيها حاجة والنقطة التالتة وينتقل الإرسال إلى النادي الأهلي ثلاثة الأهلي واحد بترجدت هو أحمد صلاح طالع العالمي بيدرب بزراعه الأيصر بتيجي في إيد الليبرو بينضي بحظه أنه ما قدرش يجيبها رقم 12 مصطفى عشران ولكن بيتيجي نقطة للنادي الأهلي النقطة التالتة وأحمد صلاح على الإرسال بلعب بزراعه الأيصر ويا حلوتك يا جمالك خليتلي الحلوين إيه يا أحمد هذه نقطة إيه النقطة الرابعة أربعة الأهلي واحد بترجد تطالع بص خطوات الارتقاء وبص التكنيك وبص تعليم إرسال تعليمي إرسال تعليمي من أحمد صلاح لكل من هو يحب الطائرة ولكل ناشئي الكرة الطائرة سواء أهلي أو زمالك أو فرق أخرى أهو إرسال تاني لا حسبناك كده حسبناك يا أبو صلاح معليش في المرات الإرسال بينتقل إلى نادي بترجد اتنين بترجد أربعة الأهلي وعلى الإرسال رشاد شاب لرقم واحد المنتقل من كان في نادي الأهلي وانتقل أو كان في نادي الجيش وانتقل إلى فريق بترجد الإدارة الفنية الجديدة اللي يقدر لنادي بترجد بقيادة مصر الحميد واللي كان بيديري النادي الأهلي الموزن الماضي وبيسابق أو بيجي في المركز الثاني في مجموعة النادي الأهلي بيصيد 12 نقطة فاز 4 وخسر 2 الاهلي طبعا في المركز الاول وفي الصدارة بـ 18 نقطة بتحقيق الفوز في كل نقاط احمد عزب على ارسال رقم 22 و 5 الاهلي اتنين بترجدت وارسال من اعلى مع الوزن يلا يا ابو حميد ارسال برضو قوي استقبال اعداد ومحاولة من رقم 11 ضربة من احمد حمادة ومرة تانية عصران بيطلع ويلعب الكورة ولكن فيه خاطع على النادي الاهلي كورة محمولة من عصران اهو زقزق مشاور بص وطالع بص طالع وعمل الكورة شلها ببق يعني لحظات او برها وفيه حقص صد ونقطة لنادي بترجدت ارسال قوي استقبال محمد رمضان اعداد ضربة صحيحها محمد عصران مرة تانية من مركز اربعة ومحاولة منه طالع وفيه خطأ اعتقد ان الكورة خارج الملعب ونقطة للنادي بترجدت النقطة الرابعة بترجدت اهو طالع اهو عصران بيدرب او احمد عزب بيدرب من مركز ثلاثة وكورة خارج الملعب خارج الملعب والارسال مع بترجدت رقم ثلاثة من نادي بترجدت عمر اكرم هيلعب من اعلى استقبال اعداد عبدالله عبدالسلام ومحاولة من برضو نفس اللعبة من عصران ولكن وهو نازل تقريبا خبط في حد من لعيبي نادي بترجدت رقم ثلاثة عمر اكرم ويوقع وفيه اصابة طبعا اهو اهو عصران طالع ولعب ولكن تقريبا يعني خبط في رقم ثلاثة من نادي بترجدت ووقع وطبعا الدكتور هينزل وهنشوف اهو الدكتور نازل دكتور اهال فقد الدين وهنشوف فيها ايه الاصابة بيحط له تلج وبيحاول يعالجه عشان يكمل المباراة ستة الاهلي اربعة بترجدت سلامات يا محمد عصران رقم تسعة من الاوراق الربحة اللي بيرعب بيها فرناندو بنتيز المدير الفني للنادي الاهلي محمد عبد المحسن على الارسال رقم ستة هيلعب ارسال اهو محمد رقم ستاشر محمد عبد المحسن بيلعب ارسال قوي اعداد خلفي بترجدت وحاقت صد اه لا تاتش بلوك ونقطة النادي بترجدت لازم نخلي بنا من الدربات السحقة القوية اللي ممكن تيجي اهيه زي ما احنا شايفين اهو طالع وضارب جات في حاقت الصد وردت كانت لازم ببقى فيه تغطية على حاقت الصد ولكن معلش المرة دي ان شاء الله تتعود رقم 11 على الارسال من نادي بترجدت احمد حمادة بيلعب ارسال قوي استقبال محمد رمضان اعداد ليه عبدالله عبي السلام محاولها مرة تانية وبتلعب الكرة كده عبدالله عسامة بيلعب بالكرة مجتش في المزبوط في المعقول ولكن جاب منها نقطة هنشوفها مرة تانية هو اسامة طالع عبدالله اسامة طالع بص حتى جات في اطراف اصابعه هو ما يقصدش يلعبها وكان عايز يلعبها قوية ولكن هي جات فوق حاقت الصد وخلف حاقت الصد وما حدش لحقها ونقطة للنادي الاهلي والنقطة السبعة للاهلي عبدالله عبدالسلام بيلعب ارسال قوي هناك نعاول هدي عبدالله بص طلع وعمل دفاع دفاع ولا احسن ولا اروع من كده العبدالله عبدالسلام مرة تانية تبدأ بصاحك وحقق الصد ولكن فيه لمس شبكة من لعبي النادي الاهلي في حقق الصد اللي فات ده ونقطة النقطة رقم خمسة البتروجيت اهو بص حقق صد لمس الشبكة وغطأ من لعبي بتروجيت اهو رقم عشرة بيخطأ احمد جلال وبتيجي في الشبكة ببقى نقطة لنادي الاهلي النقطة التامنة 8 الاهلي 6 بتروجيت فارق اثنين فارق نقطتين اهو لعب ادي محمد رمضان لبرو النادي الاهلي وعبدالله عبدالسلام كميلها والنقطة التامنة لنادي الاهلي تمانية الاهلي ستة بترجيت محمد عبد المحسن على الإرسال محمد عصران رقم تسع على الإرسال عصران على الإرسال بيرعب إرسال قوي من لا يا عصران مش عايزين نضيع الإرسالات يا جماعة يعني الإرسالات اللي المبضيع دي بتأثر شوية على النقاط بتاعتنا نقطة النادي بترجيت سبعة بترجيت تمانية النادي الاهلي زأزوء الحكم الدولي الحكم الأول بيشاور على اللاعب اللي هو رقم تسع ملهب الديب لو معيد فريق نادي بترجد. انه يلعب. يلعب. ارسال من اعلى. استقبال النادي الاهلي. عصران. عبدالله عبدالسلام. وبيلعب سريعا له. عبدالله وسامة. ولكن بتيجي في حق الصد وبتنزل ملعب النادي الاهلي. وبيشد من ازره. عبدالله عبدالله عبدالسلام بالنسبة لسا طبعا لسا لاعب. اه داخل الفرقة جديدة. وعبدالله طبعا من اقدم من معيبة اللي موجودين هو هو كابتن أحمد صلاح وأنشوف عداراتكم المباراة ماشي إزاي والريتن ماشي إزاي وإرسال خارج الملعب عد شاحسا من حد الأهلي ضيع إرسال وبيتروجيت ضيع الإرسال والنتيجة الأهلي تسعة تمانية بيتروجيت وعلى الإرسال عبدالله أسامة هو ودي فرناندو بنتيز المدير الفني الأسباني يعني بدي تعليماته بماسك ورأة وألم ودايما المدربين مهمة الكويسين بيبقوا في إيديهم بيسجل بيشوف أخطاء لعبة عشان لما يخرج ممكن ينسى أو حاجة في بيسجل الأخطاء ودي النقطة العشرة للنادي الأهلي عشرة الأهلي تمانية بيتروجيت وخارج الملعب هي أمام حضراتكم شايفينها ونقطة للنادي الأهلي وعبدالله أسامة مازال مستمدة على الإرسال عبدالله بيلعب إرسال من أعلى بيلعب إرسال كده عند الليبرو وبيعد المعد ومحاولة ولهي كان خارج الملعب في تاتش بلوك من البلوك اللي طالع من كرة خارج الملعب في كرة خارج الملعب هي اللي هنشوفها في الإعادة هي طالع تت تقريبا في حد من لعب النادي الأهلي عبدالله أسامة لمسها قبل ما يتنزل الأرض وحقط الصد بتاع الأهلي عدت منه إرسال من أعلى نادي بيتروجيت وبيضيع الإرسال ونقطة للنادي الأهلي عن نقطة أحداشر يبقى الأهلي أحداشر بتروجيت تسعة وعلى الإرسال أحمد صلاح العالمي العالمي أحمد صلاح هيلعب إرسال من أعلى بوحميد مش عايزين بقى نقعد نكلم كتير عشان هالي أرسال بيزرعه الأيصر وبييجي في الشبكة وتعدي ملعب بتروجيت مرة تانية ومحاولة حقا تصد من عبدالله عبدالسلام خارج الملعب وتوتش بلوك وتبقى نقطة للنادي بتروجيت أهي بص طالع وطالع عبدالله عبدالسلام جات في إيده اليمنى وخرجت إلى الملعب تبقى نقطة على المادي الأهلي النقطة العشرة بتروجيت عشرة الأهلي أحداشر يلا يا محمد رمضان ضربة صاحقة من أحمد عزب وبيلعبها من محمد عصران مرة تانية بيلعب وبيعد عبدالله عبدالسلام من محمد عصران ولكن بتيجي في حقاة الصد وتبقى نقطة لنادي بتروجيت نقطة أتعال طالع أهو أحمد عزب أهو طالع ولكن جبت في حقاة الصد وبيلعب ملعب النادي له عبدالله عبدالسلام تاني بيلعب خلف الأحمد صلاح ولكن أحمد صلاح ما كانش يواخد حظره أو ما كانش يواخد استعداده ولكن اللعبها وزراعه اللي يسرى ولعبها بسيطة كده بص هو كان فاكر أنه هو هيعدي أمامي ولكن هو عبد خلفي لأحمد صلاح وأحمد صلاح فيهمها في الآخر ولعبها ولكن هي جات نقطة يعني جات من صالح النادي الأهلي النقطة 12 أحمد عزب على الإرسال رقم 22 أحمد عزب الشرباجي إرسال من أعلى أحمد عزب بيلعب إرسال قوي استقبال إعداد مرة تانية ومحاولة كده من رقم ستة بيلعب ضربة قوية من نادي بتروجيت ممدوء عبد المنعم أهو طالع بيلعبها في الحتة الفاضية في ملعب النادي الأهلي أحمد صلاح ما الحقهاش أو منحقش ياخد الوضع التمام لها والنقطة 12 والنقطة التعادل والأهلي استقبال عبد الله عبد السلام بيعيد وأحمد صلاح يا ولد مرة تانية بص هو فهم المرة دي والعبها قوية ولكن فيه استقبال مرة تانية يا عبد الله عبد السلام بإضراب يا ولد يا ولد محمد عبد المحسن من مركز أربعة يعني خلى اللعبة بتاعة 3 بتروجيت وقعت على الأرض من قوة الضربة ومش عارفين هيدرابها فين اهو طالع اهو طالع محمد عسران هو محمد عبد المحسن وضرب محمد عسران موس الاتنين نزلوا الليبرو رقم 12 واللاعب رقم 10 حاولوا ينقذ الكرة لكن ما نفعش يلعبوا الكرة أو ينقذوها ونقتل النادي الأهلي من نقطة 13 حاولة كده حقط الصد يا جماعة نغطي على حقط الصد لازم يكون فيه تغطية على حقط الصد تغطية على الضارب بالجزيرة وتقدم النادي الأهلي 14-13 والفتر أسمر على الإرسال عبد الله عبد السلام رقم 2 إرسال من أعلى مع الوسب عبد الله إرسال قوي بتيجي في إيد الليبرو بتبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة 15 15-13 طبعا كابتن ميدو مدير الفاني بترجد يمكن أكتر واحد قعد تدريب من 2017 لحد الموسم الماضي فتعريبا عارف لعبة الأهلي بالوحدة وأكيد يعني عامل خططه ولكن طبعا إحنا عندنا فرناندو الأسباني بنتيز المدير الفاني لنادي الأهلي ولعبة بسم الله ما شاء الله ونقطة لنادي بترجد 14-14 التعادل الماشي ماشي نقطة نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة ودايما بترجد هو اللي بيتعادل والأهلي يتقدم إرسال مع نادي بترجد إرسال من أعلى استقبال الأهلي عسران ضربة صاحقة من أحمد صلاح ومرة تانية بص جات في حقاة الصد ونقطة لنادي بترجدته ويتقدم بترجدته أول مرة 15-14 ها هو رشاد شبل بيرفع وبيعد بيطلع رقم 10 أحمد جلال هنا برضو يعني النقطة دي لازم يكون فيها وقفة من فرناندو أو الفارق ده عشان لازم نحن الأهلي كان بيتقدم هذه مرة تانية عبد الله عبد السلام بيعاد وبيضرب عبد الله أسامة كده من مركز ثلاثة سريع هو بيلعب ثلاثات أصلا فبيلعب على السريع عبد الله عبد السلام طبعا بيعوده على السريع وطالع وضرب وأعلى منطقة وضرب الكرة وجاب نقطة نقطة التعادل بسرعة 15-15 الأهلي وبترجيت وعسران على الإرسال رقم 9 يلعب إرسال قوي من أعلى عسران إرسال من أعلى مع الوزن استقبال اعداد من النادي وبترجيت ومحاولها مرة تانية محمد رمضان بيلعب الكولة الكرة الليبرو لفريق النادي الأهلي ومحاولها وحاول تصد ناجح من لعب النادي الأهلي أحمد صراح وعبدالله أسامة وبيجيب النقطة 16 للأهلي الأهلي متقدم 16 15-15 بيترجيت أو طالع أو طالع حقصد وخدوا الزاوية المظبوطة وطلعوا في الوقت المناسب وليه رجعت الكرة الملعب النادي بيترجيت ومنحقش حد ياخدها أو ينقذها وبقت نقطة بالنادي الأهلي النقطة 16 وقت مستقطع طلب المدير الفني لنادي بيترجيت كابتن محمد مسير عميدي وهذه المدير أهلي بجهاز الفني الكابتن فرناندو دنتيز الأسباني ومعاونين محمد السيد محمد الحسيني وبقيت الجهاز حوالين اللاعبة وفي بعض الأخطاء بيقول لهم الكابتن فرناندو فرناندو انتهى الوقت المستقطع تعليمات لحد آخر لحظة من فرناندو الأسباني الإرسال مع نادي الأهلي وعلى الإرسال محمد عصران رقم 9 واتقادوا من أهلي 17-15 بترجيت عصران منتظر إشارة الحكم الدولي محمد زأزو وعصران بيلعب الكورة من أعلى استقبال بترجيتاوي ومحاولة من محمد أحمد عزب الشرباجي ويجيب نقطة رقم 18 الفارق زاد لصالح النادي الأهلي 3 نقاط والإرسال مع النادي الأهلي مازال مستمر مع عصران رقم 9 عصران هيلعب إرسال من أعلى 18 الاهلي 15 بترجيت إرسال من أعلى مع الوزب استقبال إعداد ومحاولة من النادي الأهلي والقرب تنزل في ملعب نادي بترجيت كده استمرت برهمة بين أحمد أحمد عزب ويلاعب رقم 10 من النادي بترجيت وهو عايز يمسح مكان العرق أهو ويطلب من الحكم أهو طالع المعيد ده هون رقم 9 المعيد ملهي بالدين وبيجيب النادي الأهلي نقطة 19 ويزداد الفارق إلى أربع نقاط الإرسال مع النادي الأهلي ومازال عسران مستمرا على الإرسال رقم 9 والأهلي متقدم 19 15 بترجيت المباراة الكرة الطيرة اللي لسه جاي أمام شاشة قناة النادي الأهلي بين فريقين نادي الأهلي وبترجيت على عيدك اليمين النادي بترجيت بزيه اللموني والنادي الأهلي بزيه الأحمر في صالة الأمير عبدالله الفيصر لازم نقدم رجلها شوية عسران عشان نستقبل الكرة ونخلي بأنا من الكرة دي نقطة النادي بترجيت 17 بترجيت ولا مقديم النادي الأهلي نشوف مقديم مفهود بترجيت مفهود 16 19 هنرسال مع نادي بترجيت استقبال من أعلى استقبال مرة تانية عبدالله عبدالله السلام وبيلعب عسران كده الكرة من فوق الحاط الصد ومرة تانية وهادي حولها مرة تانية من أحمد صلاح وهادي الكرة وهادي نقطة لنادي الأهلي والنقطة 21 21 الأهلي 15 بترجيت والإرسال مع النادي الأهلي ومحاولها مرة تانية بالدفاع عن الملعب من أحمد صلاح وبيعد الكرة وخطأ على النادي الأهلي دابل أو الكرة ملعوبة خطأ اهو كابتن فرناندو بيشاور اهو برضو أحمد صلاح شارك كرة او تحسبت محمولة او كرة مزدوجة أرسال مع رقم عشرة أحمد جلال على الإرسال استقبال من أعلى هو بتيجي في الشبكة ونقطة لنادي الأهلي الأهلي 22 16 بنادي بترجيت الأهلي اقترب أن يحصل على الشوط الأول مبارات الكرة الطائرة بين فريقيا النادي الأهلي وبيترجيت في الدور الثاني الدوري المنتاز ألف وجال القرى الطائرة ألف وجال كل ما لعوبة في صارة الأمير عبدالله الفيصل وده الوقت المستقطع لطلب أكيد نادي بترجيت لقيادة الكابتن محمد مسلح نيدو وهو أمام حضراتكم وهو الكابتن فرناندو محمد الحشريلي محمد السيد تعليماتهم للعيبة انتهى الوقت المستقطع مسلح لحد آخر لحظة هو بيكلم من رعب رقم تسع المعد من نادي بترجيت ملهم قديم ودي أحمد صلاح على الإرسال العالمي على الإرسال 22 أهلي 16 بترجيت إرسال من أعلى قوي جدا وييجي في إيدي الليبرو وبيرجع مرة تانية للمعد وادي محاولة كده نخلي بالنا يا جماعة قلنا المناطق دي عصران بيعتزل الزميل بيقول لهم معلش أنا مقدرت شلح أخوه أهو معاك وهو بص أدي المعد وادي الضارب رقم 3 عمر أكرم بيدرب وادي محمد عصران هو اللي منحيش بكرة واعتذر برفع إيده لزميله قال لهم أنا آسف معلش مرة تانية عصران وإعداد عبدالله عبدالسلام ومحمد عبد المحسن بيضرب من مركز 3 سريع يا ولد يا عبد المحسن 100 100 تسلم إيدك يا عبد المحسن والنقطة 23 أهو طالع عبد المحسن وضارب سريع من مركز 3 ويحاول عليها لعب رقم 10 من بترجيت أحمد جلال ولكن منفعشي الحق والنقطة 23 الأهلي 17 بترجيت أحمد عزب الشرباجي بلعب رسال قوي إعداد خلفي ومحاولها هذه التغطية اللي بول عليها على حقق الصد بقى أحمد صلاح غطى وأحمد ولكن في خطأ على النادي الأهلي برضو كورة مزدوجة أو كورة يعني خطأ في حاجتانية في زمارة طويلة كانت موجودة دي أخطقت يبقى في وقت مستقطع نادي بترجيت بيعمل تبديلة كده ووقت مستقطع طلبه أكيد كابتن سلحي عشان يدي تعليمات اللي عبته عشان ينتصح عمس لعبت النادي الأهلي أهو أمام حضراتكم طلع نمر 9 المعد الأساسي ونزل رقم 14 أحمد اللي آني المعد برضو أو كريم فرج رقم 2 هنتشوف مين إمبنيزي هل إرسال مع نادي بترجيت والنتيجة سبعتاشر تسعتاشر بترجيت 22 زي ما أنا قلت الحضرات قوة النتيجة مش هدها 22 22 استقبال إعداد من عبدالله عبدالله سلامه وضربة صاحقة من محمد عسران يا ولد يا عسران من مركز أربعة بيجيب نقطة 23 خارج الليبرو محمد رمضان وداخل عبدالله أسامة وهو عسران طالع وراكد وضارب برضو الاتنين اللي وراء لعيبة المنطقة الخلفية الليبرو رقم 13 رقم 12 محمد صوف عسران ومعا رقم 10 أحمد جلال ومحاولة مرة تانية من نادي الأهلي الدفاع ولكن أحمد صلاح معلش يا أحمد ونقطة لنادي بترجيت أهو يحاول إعداد وضربة صاحقة أهو ومحاول لكده وبتيجي وبتبقى خارج الملعب ونقطة لنادي بترجيت النقطة 20 20 بترجيت 20 نادي الأهلي ووقت مستقطع أكيد طلبه المدير الفني للنادي الأهلي وأنه هو كله مدير الفني ليه ليه اتنين ووقت مستقطع آدي الجهاز الفني للنادي الأهلي أهو فرناندو بنتيز المدير الفني الأسباني ومعا محمد السيد محمد الحسيني مساعدين وعبداللطيف عثمان مدير الكرة وهذه النتيجة 23 من أهلي 20 لبيترجيت أماما هدعوضكم على الشاشة جبنة إرسال مع نادي بترجيت رقم 11 على الإرسال أحمد حمادة النادي الأهلي طبعا بيستعد لعبة النادي الأهلي من قتلين وينهي هذا الشوت لصالحه استقبال من النادي الأهلي محمد رمضان يلعب وضربه خلفية لأحمد صلوح من عبدالله عبدالسلام محاولة مرة تانية ولكن نقطة دي للنادي بترجيت أهي هنشوفها الحضراتكو في الإعادة مرة تانية وطوالع رقم 10 أهو ضارب برضو التخطيئ على الحاقط الصد يا جماعة تخطيئ على حاقط الصد لازم يبقى فيه سرعة فيه تغيير النادي الأهلي داخل رقم 3 عبدالحليم عب وخرج عبدالله أسامة ثلاثات مع بعض بيغيره وكابتن طبعا فرناندو عايز يخاول المنطقة الأمامية استقبال من محمد ورمضان لبرو الفريق ومرة تانية بلعبها كده أحمد عزب بصوابع بخلفية ومحاولة مرة تانية أحمد عزب بينقز الكرة وعبدالله عبدالسلام وعسران بيروح لعبها ما جاتش على زراعه لأيمن فراح طالع ولعبها بإصابعه لتنين ونقطة النادي بترجيت النقطة 22 بيشوروا لزمهيلهم إن فيه فرق نقطة لا عبدالله طبعا مش عاجبه الواضح مسك الشبكة وعايز يفكر هيحصل إيه لازم لازم يلقى فيه تغطية يا جماعة لازم فيه تغطية فيه تغيير للنادي الأهلي تاني أو كابتن براهيم زاكي يشاور تغيير للنادي الأهلي براهيم زاكي الحكم التاني المسؤول عن التغيير والمسؤول عن الشبكة الحكم التاني طبعا من مهامه إجراء التغييرات ونشوف مين اللي نزل من نادي الأهلي وضربة صاحقة من محمد عسران وبيجيب النقطة 24 نزل الحسيني عبد الرحمن الحسيني نقم 8 وهادي عسران طالع وضارب الحسيني نزل مكان أحمد عزب أحمد عزب رقم 22 هنشوف نزل مكان مين أحمد عزب 22 إرسال وضربة صاحقة ومحاولة من نادي بترجيت و24 الأهلي وهادي النقطة 25 وينتعي الشوط الأول لصالح النادي الأهلي 25-22 الأهلي طبعا يعني حق الفوز في الشوط الأول 25-22 وهادي شايفين أمام حضراتكم متغيير الملاعب ما بين الفريقين هيبقى النادي الأهلي على إيدك اليمين ونادي مترجيت على إيدك اليسار وفاصل ونعود لحضراتكم مرة تانية في المتابعة مبارات الكرة الطائرة من الفريقين الأهلي ومترجيت مست pegيلة الملاعب خييلة يعلم خييلة ظل الأهلي معاكم معاكم مرة تانية من قناة النادي الاهلي ونتابع مباراة الكرة الطيرة بين فريقين النادي الاهلي ونادي بترجيت في الدور الثاني والجولة السبعة في دوري الكرة الطيرة رجال الممتاز ألف والاهلي متصدر مزموعته برصيد 18 نقطة فاز في كل ماتشاته اللي في الدور الأول وفاز كمان في ماتش تاني فاز في الدور التاني يبقى الاهلي 18 نقطة ومعد الفوز ودي عندنا مجموعات في ماتشات 12 ماتش في المجموعات الأخرى الاهلي يبي لعب بترجيته طبعا ده اللي قدام حضراتكم ترسانة مع ديلفي الساعة 6 برضو أيضا الشمس مع المقاولين المجموعة الأولى الداخلية مع عدم منهور القياران مع الزمالك مصر البترول والصيد المجموعة الثالثة 6 اكتوبر والتحاد سكنداري طلايع الجيش والإعلاميين الظهور وإستر كامباني المجموعة الرابعة القناة اسكندرية البترول صارت هاي القناة السويس بوسبورتين مع اسموها ديربي اسكندراني قوي الساعة 6 في صالة سبورتين الكبرى هليوبلس وهليويدو بصارت هليوبلس بالشغل كل الأمنيات الطائبة للفرق كلها المشتركة في دوري الممتاز ألف آ رجال للكورة الطائرة والأهلي بتصدر مجموعته برصيد 18 نقطة كل الأمنيات للمدر الأهلي النهاردة بتحقيق الفوز وفايز في الشرط الأول 25-22 تعليمات هي أما بحضرتكم مدير الفني الأسباني فرناندو منتيز ومعاوني محمد السيد ومحمد الحسيني لتقديم واجبة للكورة الطائرة لعشاق ومشاهدي وأعضاء النادي الأهلي طبعا الأهلي دايما بطولات بطولات السلة لسه الحمد لله خادت دوري المرتبط وتمعا قرط اليد دي كمان فازت على الزمالك في الصبر المصري في الإمارات الشاخير كل الأمنيات وكل التوفيق للألعاب الجماعية في النادي الأهلي تحت قيادة ومظلت رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ومعاونيه عضاء مجلس الإدارة اللازين لا يكلوا ولا يملوا من دايما تقديم كل المساعدات والاحتياجات الخاصة للفرق الرياضية وأعضاء النادي الأهلي علينا كلمين هيبقى نادي الأهلي بزيور أحمر تشكيل النادي الأهلي عبدالله عبدالسلام رقم 2 عام عصر محمد عصران 9 أحمد صلاح 4 عبد حليم عبو 3 محمد عبدالمحسن 16 وأحمد عزب رقم 22 ومعاهم المبرو رقم 7 محمد رمضان هنشوفه موجود كله أما فريق نادي بترجيت نشاط شبل رقم 1 مهد الفريق رقم 9 ملهب قديب ومنضوح عبدالمينيام رقم 3 أحمد جلال رقم 10 11 أحمد حمادة 12 مصطفى عصران لبرو الفريق أو 22 22 نزل أمروان شاوي مكان 12 لبرو مصطفى عصران ورقم 10 أحمد جلال ودي رقم 9 مهد الفريق 3 قديم أكرم أو أكرم عمر أكرم عمر أكرم رقم 3 يدير هذا اللقاء حكمنا الدولي محمد زازو ويعاون الدولي أيضا إبراهيم زاكي حكم ثاني والإرسال مع النادي الأهلي والأهلي خاد الشرط الأولاني 25 22 وعصران على الإرسال عصران طبعا لعب النادي الأهلي محمد عصران ده خامة طيبة وإن شاء الله يكون بمستقبل أكتر وأكتر وأحسن إن شاء الله في صفوف النادي الأهلي والإرسال مع عصران إرسال من أعلى مع الوزب خارج الملعب يا عصران مش عايزين نضيع إرسالات يا جماعة شرط الأول 25 22 إحنا في شرط الثاني دلوقتي ونقطة للنادي بترجيت واحد بترجيت لشيء النادي الأهلي إرسال خارج الملعب من عصران والإرسال انتقل إلى بترجيت الإرسال من أعلى مع رقم 10 أحمد جلال واستقبال النادي الأهلي عبد الله بالسلام يا ولد يا محمد يا عبد المحسن بيضرب سريع من مركز 3 لازم لازم السريع ده عشان بياخد نقطة وطالع وضارب وما بيديش فرصة للفريق المنافس إنه ياخد وضعه إنه يجاهز إنه ياخد وضع الاستعداد إنه يدافع إنه 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 يعني محمد عبد المحسن رسال واحد واحد النادي الأهلي استقبال مرة تانية واعداد وحق الصد ولكن الكرة فيها خطأ كده لبدل ما يلعبها على من ملعب النادي الأهلي لعبها في ملعب بترجيت يعني غصب عنه فالنقطة دي للنادي الأهلي النقطة رقم 2 للأهلي اتنين الأهلي واحد بترجيت وهو لسه يلعبها بس جت ضعيفة من إيده ورشاد شبله طبعاً اعتبرنا الحكم فور باس أو أربع قراط ولدي محمد عبد المحسن على الرسال يا ولد يا محمد الرسال قوي مرة تانية هو ضربة صاحقة ونحاول يا جماعة نحاول نغطي السريعة دي دي سريعة التعادل 2-2 رشاد شبل بلعب الكرة برضو عسراً يعني الملامح وشه بتظهر لما بتضيع منه كرة أو بتضيع كرة أو بيخسر نقطة بيتبقى ملامح وشه بين أو تعبيراته وادي ضربة صاحقة من عبد الحليم عبو خارج الملعب في اتراض من لعب النادي الأهلي على القرى دي وعلى قرار الحكم هنشوفها تانية مرة تانية في الاعادة هي فيها شك ما هي جوه والمرائب مشاور ما هي جوه بس الحكم آه مخاد القرار ما هي خارج الملعب وإرسال خارج الملعب يبقى تلاتة الأهلي اتنين بترجيت تلاتة تلاتة لأن بترجيت كانت تقدم بالكرة اللي فاتت كده تلاتة الأهلي تلاتة بترجيت والإرسال مع النادي الأهلي العالمي احمد صلاح هيلعب بزراعه الايصر يلا يا ابو حميد احمد صلاح بلعب بي زراعه الايصر وخارج الملعب يا احمد خارج الملعب نهدي قوة شوية بتاعت الإرسال عشان نقدر ناخد الإرسال أو ناخد من الإرسال دايما من اللعيب الكبار زي عبدالله عبدالسلام وزي أحمد صلاح عشان ما يدعش الإرسال منه استقبال للنادي الأهلي محمد رمضان لبرو النادي الأهلي مرة تانية ومحاولة من ودي نقطة هي هاي في الإعادة بينها أو طالع وضارب أحمد صلاح ونقطة للنادي الأهلي النقطة الخام النقطة دي نقطة الخامسة للأهلي والأربعة أربعة دي كده أو استقبال مرة تانية ومحاولة وضربة صاحقة من نادي بترجيت بيتقدم طالع رقم حداشر وبيضرب وجد برضو في اعتراض من النعيم الأهلي في شكة في الكرة اللي فاتت دي خمسة البترجيت أربعة الأهلي وحداشر على الإرسال رقم حداشر أحمد حمادة يلعب إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي خارج الملعب خارج الملعب ونقطة التعادل حمد المحسن ينزل ويطلع ويطلع محمد رمضان رقم سبعة لبرو النادي الأهلي والإرسال مع النادي الأهلي عبد الرحمة عبد حليم عبو استقبال عداد النادي الأهلي وضربة صاحقة قوية برضو حقة الصد يا جماعة نخلي بالنا من التقضية على حقة الصد نازم نكون قريبين ونازم تكون في سرعة في الأداء أهو 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 أحمد صراح ما عدت منه وما الحقهاش ستة بترجت خمسة لنادي الأهلي والإرسال مع نادي بترجت استقبال من أعلى ومرة تانية يا أحمد يا ولد يا عبد الله يا ولد يا فتى يا أصمر ياللي بيتجيب في التوقيت المناسب ونقطة نقطة التعادل ستة الأهلي زي ما أنا قلت حضراتكم قد النتيجة فيها قد خمسة أربعة الأول للأهلي وبترجت اخذ نقطتين بقى ستة خمسة والأهلي جاب نقطة التعادل دلوقتي عبد الله عبد السلام ستة ستة وضربة صاحقة وإرسال قوي هاي صدي ناجح يا ولد يا عسران عسران وعبد المحسن طلع عسران وجاب نقطة ونقطة التقدم للنادي الأهلي سبعة هو في الإعادة مرة تانية أو عسران وزاوية ايده قفلت الكرة أو ضل بالشبكة زي ما بنقول في الكرة الطائرة سبعة الأهلي ستة بيترجت وإرسال من أعلى استقبال ناك كده لنادي بيترجت ومحاولة من نادي الأهلي لانقاذ الكرة ولكن فورباس الكرة بيشور عليها الحكم الدولي محمد زأزوق اهي نشوفها مرة تانية خدها مرتين اهو بص جات في مرتين في جسم أحمد صراح التعادل سبعة سبعة والإرسال مع نادي بيترجت تسعة الإرسال ملهب جديب يلعب إرسال من أعلى ومتيجي في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي نقطة للنادي الأهلي الأهلي يتقدم تمانية سبعة تمانية الأهلي سبعة بيترجت مباراة القرى الطائرة بين فرقاي الأهلي وبيترجت في الدولي الممتاز ألف رجال محمد عصران على الإرسال رقم تسعة هيلعب إرسال من أعلى إرسال قوي ومتيجي في الشبكة يا عصران يا جماعة قلنا نخلي بنا الإرسالات عشان ما نضيعش كتير التعادل تمانية تمانية الجمدانا ماشي على نفس السيناريو بتاع الشوت الأول نقطة 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 هنا نقطة لبيترجت نقطة للأهلي نقطة لبيترجت ها هو رقم عشر على الإرسال أحمد جلال هيلعب إرسال من أعلى هنشوف النادي الأهلي استقبال النادي الأهلي دايما بيبقى استقبال القرى أولى قاوم محمد رمضان إعداد عبد الله وأحمد صلاح يا جماعة الجماعة لازم نغطي على الضرب وعلى حاقة الصد بترجت تسعة الأهلي تمانية والإرسال مرة تانية مع رقم عشرة أحمد جلال إرسال من أعلى استقبال ولكن تيجي في الشبكة ونقطة التعادل نقطة التعادل للنادي الأهلي وانتقل إرسال إلى الأهلي وهو خارج محمد رمضان ونزل عبد الحليم عبه رقم تلاتة بديله إرسال من أعلى من محمد عبد المحسن رقم ستتاشر بيلعبه في فلوتر كده واستقباله مرة تانية سريع نخلي بالنا من رشاد شبل ده من اللاعب ده نخلي بالنا من رشاد شبل والنقطة العشرة يتقدم بترجت نقطة أولمة هنا ونقطة هنا ومشيين نقطة نقطة هذا اللقاء سجال ما بين الفريقين رشاد شبل إعداد ملهب ضربة صحيقة سريعة من مركز من لاعب رقم عشرة من ضربة خلفية وبيجيب نقطة أتا عجل عشرة 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 استقبال النادي الأهلي واستقبال قوي من عصران إعداد عبدالله وسريع من عبدالحليم عب وبتيجي في عمر أكرم وتبقى خارج الملعب وتبقى تاتش بلوك أو تاتش يشور عليها زعزوء الحكم الدولي لهذا اللقاء وبقى نقطة للنادي الأهلي ونقطة التعادل 11 الأهلي أهو إعداد خلفي وضارب بسم الله ما شاء الله عبدالحليم عب جاء في حقط الصد وضربت في لاعب خلفي ونقطة للنادي الأهلي نقطة التعادل 11 11 أحمد عزب الشرباجة على رسال رقم 22 بلعب رسال قوي استقبال بترجتي ومعد وضربة صحيقة ومحاولة ونشوف النقطة دي لنادي بترجتي طبعا لعبة الأهلي وقفة نخلي بالنا في الإعادة هي نزلة ملعب النادي الأهلي جات في ملعب نادي الأهلي المزد فهم بيقولوا يعني بيشوروا بيقولوا خطأ لا هو خطأ واضح جدا نشر بترجتي الأهلي 11 الإرسال مع النادي بترجتي وإرسال من أعلى مع الواز استقبال النادي الأهلي محمد رمضان عبدالله عبدالله عبدالسلام بيلعب سريع بقى عبدالحليم عبو عشان يجيب نقط شوية يلا مرة تانية عبدالله يلعب لحمد صلاح العلامي حقا تصد خارج الملعب خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي نقطة التعادل أهو عبدالله بيعد وعد خلفي على طول لحمد صلاح وإيه وحقا الصد وحقا صد خارج الملعب ونقطة لنادي بترجيت هم كانوا معتقدين إن النقطة دي ليهم ولكن الكرة خارج الملعب ونقطة التعادل 12 الأهلي 12 بترجيت عبدالحليم عبو رقم 3 على الإرسال إيهي لعب إرسال من أعلى استقبال إعداد ضربة صاحقة يا جماعة نخلي بالنا نخلي بالنا نخلي بالنا 13 بترجيت 12 الأهلي معلش المرة دي يا عبد حليم إرسال من نادي بترجيت رقم 6 ممدوح عبد المنعم إيهي لعب إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي إعداد عبدالله عبدالسلام وضارب كده يا ولد يا عسران يا ولد يا ولد يا عسران تسلم إيدك يا عسران 13 الأهلي 13 بترجيت له بص بتدي له كرة هناك عبدالله عبدالسلام كده في مركز ثلاثة وسريع برضو وكان داخل محمد عموصن بس محمد عموصن استنى لأنه عد القرة لمحمد عسران إرسال قوي عبدالله عبدالسلام إعداد ومحاولة وحاقط الصد نقفل إيدينا وإحنا طرعين حاقط الصد الزاوية بتاعة حاقط الصد عشان ما تخرجش برة تنزل ملعب المنافس 14 بترجيت 13 الأهلي شوت الثاني مباراة الكرة الطايرة بين فريقي الأهلي وبترجيت المقامة بصالة الأمير عبدالله الفايصل ضمن مباريات الدور الثاني الدوري الممتاز ألف رجال لكرة الطايرة ونقطة نقطة النادي الأهلي عبد المحسن عبد المحسن يا ولدي عبد المحسن بيحيي نفسه ويدي نفسه دفع منوي أو طالع ولعب له الكرة بإيد واحدة عبد الله عبد السلام شفت الثقة شفت الأداء المنتميز وشتها ولا أروع ولا أحسن من مركز ثلاثة وجاب النقطة التعادل 14 الأهلي 14 بترجيت محمد عصران على الإرسال بيلعب إرسال من أعلى استقبال من مترجيت إعداد وضربة صاحقة من تشاط شبل ومحاولة من عبد الله عبد السلام عبد الكرة عزب عدى الكرة فعلا أحمد عزب ومحاولة مرة تانية حقا تصد محمد عبد المحسن طالع حقا تصد كده وجاب النقطة تقدم بقى أنا تقدم بقى يلا 15 14 الأهلي بص محمد عبد المحسن طالع وضل بالشبكة أفل الشبكة عبد المحسن خالص الأهلي 15 وقت مستقطع طلبه أكيد الكابتن مصلحي محمد مصلح ميدو المستقطع ليه غريق هو دي النادي الأهلي جهاز الفني كابتن فناندو منتيز ومعه معاوني محمد السيد محمد الحسيني وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق بيد تعليماتهم للفريق والأخطاء اللي وقع فيها اللاعبين وهدى النتيجة أمام حضراتكم 15 14 للنادي الأهلي الشوط التاني وتقدم في الشوط الأولي 25 22 نلعب بقى وناخد نقط ونفرق ونضيعش إرسال ونغطي على حد صد ونغطي على الضارب كل دي حاجات لازم نعملها عشان نفرق ونزيد على بيترجيت وناخد الشوط التاني الارسال مع النادي الأهلي عصران على الارسال رقم تسعة محمد عصران اهو محمد عصران ده مركز بيلعب أربعات وبيلعب متميز طبعا وهيلعب إرسال من أعلى مع الوزب عصران وليه وديه قوة وزب عالية جدا بيحاول كرة معايدة طبعا في لسه الأهلي متقدم 15 14 للنادي الأهلي الارسال مع نادي بترجيت الكرة اللي فاتت دي كانت مفروض أو هو أعلى خمشار خمستاشر غارج الملعب خارج الملعب ودي تقدم النادي الأهلي 16 15 النتيجة 16 الأهلي 15 بترجيت محمد عبد المحسن عيرسال طبعا كانت فيه وقفة كده من اللعيبة بعد القرة دي وهو كده بيتعاونوا أو بيتعزموا أو بيتعاهدوا إن هم يخلصوا الجيم ده ليهم والمباراة ليهم إن شاء الله وهذه محاولة مرة تانية من بترجيت من عمر أكرم رقم 3 وبيجيب نقطة التعادل 16 16 16 وهو طالع وضارب وحقق الصد الأهلي يعني كرة عدت منه ولكن هنخلي بنا نخلي بنا من حقق الصد والإرسال مع النادي بيترجيت خارج الملعب خارج الملعب وتقدم للنادي الأهلي 17 الأهلي 16 بيترجيت والإرسال مع أحمد صباح العالمي بيغير الكرة وبيطلب كرة تانية طبعا لديه خبرة وحاسة إن الكرة دي فيها حاجة في غيرها إرسال أحمد صلاح يلعب إرسال العالمي من أعلى معلواز تيجي في الشبكة وتيجي من تنزل ملعب بيترجيت ومحاول مرة تانية وحاعد الصد يا ولد يا ولد يا أحمد يا عزب وطلع عليها لعيب تنادي بيترجيت ولكن بدأنا نفرق بقى كده بص أحمد عزب طلع وعمل حاجة صد واتنين عمل من نادي بيترجيت ولكن ما لحقوش الكرة والثمنتاشر الأهلي ستاشر لبيترجيت أحمد صلاحي العالمي على الإرسال تشجعات من محمد رمضان رقم سبعة لاعب النادي الأهلي لبرو الفريق أحمد صلاحي على الإرسال منتظر صافرة الحكم الدولي محمد زأزوق أحمد صلاحي على الإرسال يا عالمي إلعب إرسال يا عالمي خارج الملعب خارج الملعب معلش المرة سبعتاشر بيترجيت تمنتاشر الأهلي والإرسال مع بيترجيت وفيه وقت مستقطع كده طلبه أعتقد فرناندو المدير الفني للنادي الأهلي والنتيجة أمام حضرتكم الشرط التانية بمبارات الكرة الطايرة بايرة فريقاي الأهلي وبيترجيت بصارة الأمير عبدالله الفايسل تمنتاشر سبعتاشر لتقدم المدير الأهلي والأهلي يفايز في الشرط الأول 25 22 تعليمات هاي محمد حسيني ومحمد السيد لعصران خلي بالك وادرب وشوت وما تخافش ويلله العب عشان تفوزوا بهذا الشرط في تغيير تغيير نادي بيترجيت رقم أربعة داخل تغييرين ورقم اتنين داخل وخارج أغطقت رقم تسعة ورقم تلاتة تغييرين لنادي بيترجيت طبعا أكيد عايز يوقف الهجوم الأهلاوي الكابت المسلحي ارسال من أعلى اعداد عصران ومحاولة محمد وعبدالله عبدالسلام مرة تانية وحاعد صد ومرة تانية بينقذ الكرة ما فيهاش حاجة زأزوب يشور لهم وبيلعب الكرة اعداد أحمد صلاح بيلعب ويضرب سريعة من عبد حليم عبو ولكن لسه كرة سجال وموجودة منافسة فيه خطأ على لعبي بيترجيت كرة ازدوجة عبدالله عبدالله عبدالسلام بيكلم مع الحاكم زأزوب اهو او طالع عبد حليم عبو والكرة تلعب فيه خطأ هنا على فريق اهي كرة خطأ اهي دي دي الكرة في الاعداد وتحسبت كرة خطأ على نادي بيترجيت وتسعتاشر الاهلي سبعتاشر بيترجيت الرسال مع محمد عسران وضرب بصاحقة ومحاولة من فريق نادي بيترجيت ودفاع من الاهلي ودي مرة تانية يا عسران يا ولد يا عسران يا ولد يا عسران اهو بيحي المدرب ودي سمع تعليماته وهي بقى اللي كانت بيهب في الوقت المستقطع وضرب وقال له ادرب ادرب وضرب فعلا وجاب النقطة عشرين ويتقدم الاهلي بفارق ثلاث لقات لصالح النادي الاهلي عشرين الاهلي بترجيت سبعتاشر والرسال مع النادي الاهلي وقت مستقطع له الكابتن مسلحي ميدو اهو كابتن ابراهيم زاكي بيشاور عليه الحكم التاني عايز طبعا زمان اقولت حضراتكم يمتص حماس لعب النادي الاهلي يوقف تقدم الاهلي طبعا هو عارف لعب الاهلي واحد واحد ودرسهم فنيا قهد الجهاز الفني للنادي الاهلي فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني ومعاونيه محمد الحسيني ومحمد السيد وتعليماتها هي لكل لاعب تعليمات لأحمد عزب تعليمات لعب حليم عبو من فرناندو وتعليمات لكل لاعب بالاخطاء اللي بيكون فيها بوسه رجعوا تاني أحمد عزب وعبد حليم عبو ومحمد عصران وقفين مع المدير الفني ويقول لهم على بعض التعليمات كويس جدا أنهم بيصلاحوا الأخطاء كويس جدا أنهم بيبقى في فارق لقاتل صالح النادي الأهلي ثلاث نقاط وهو ومحاولة كده من النادي الأهلي وأحمد عزب بيعب إرسال ومحاولة من فريق النادي ولكن لكن نخلي بنا نخلي بنا نخلي بنا 18 بترجيت 20 أهلي وهو طارع ضارب رقم أربعة من نادي بترجيت محمد خطاب بلوزة وضارب قوي جدا وقت مستقطع ثاني وقت مستقطع لنادي بترجيت ولا للنادي لا نادي بترجيت والنتيجة تقدم الأهلي 20 18 بترجيت في الشوت الثاني للمبراطي الكرة الطايرة في الدوري أو الجولة السبعة في الدوري المنتاز ألف رجال ومنعوبة به صالة أمير عبدالله الفيصل وإرسال مع نادي بترجيت 18 بترجيت 20 الأهلي والإرسال مع رقم 11 من نادي بترجيت أحمد حمادة هيلعب إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي محمد رمضان إعداد عبدالله يلا يا محمد عزران ضرب ولكن فيه لبرو بتاع فريق بترجيت ومحاولة أيوة كده التقطيع على حق التصد على طول أحمد صلاح يا أعلمي يا أعلمي مرة تانية نحاول يلا نضرب نضرب حق التصد ده جدع حق التصد مية مية ثلاثي واجماعي من النادي الأهلي أهو حق التصد أو طلعيني التلاتة مع بعض ورجعوا الكورة من عيد عبدالله عبدالسلام ويجيب النقطة رقم واحد وعشرين ويتقدم النادي الأهلي واحد وعشرين طمانتاشر وعبدالرحمن حسيني نزل إرسال من أعلى عبدالرحمن الحسيني رقم تمانية بيلعب في مركز أربعة هم حاولة تانية من نادي بترجيت ودفاع عن الملعب محمد عصرون وبيعابها عبدالله رب السلام بصوابع ومحاولة مرة تانية وخارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة اتنين وعشرين اتنين وعشرين الاهلي طمانتاشر بترجيت فارق أربع نقاط والإرسال مع النادي الأهلي عبدالرحمن الحسيني الحسيني رقم تمانية يلعب إرسال من أعلى استقبال كده مرة تانية محاولة من النادي الأهلي حقق الصد وفي دفاع عن حقق الصد والتغطية على نقطة العصران التعليمات جابت نتيجة العصران نقطة 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 وعشرين النادي الاهلي ويتقدم ويتقدم النادي الاهلي 23 18 وهي طالع وضارب وحقق صد مشروخ من نادي بترجيت ويجيب النقطة 23 محمد عصران ورايح الحسيني على الإرسال 23 اهلي 18 بترجيت والفارق زاد إلى خمس نقاط وهو بيستعد عبد الرحمن الحسيني أنه يلعب الإرسال من منطقة الإرسال لها برقم 8 ورده أكيد عبد الرحمن ده من عائلة الحسيني عبد محمد الحسيني اللي هو مدرب الخريق ولهم طبعا عائلة رياضية في القرى الطيرة ومحاولة من نادي الاهلي مرة يا عسران وعبد الله بيعد لأحمد سلام يا عالمي يا عالمي يا أحمد يا صلاح بيجيب النقطة 24 الاهلي 18 بترجيت ونقطة وينتهي هذا الشوت لصالح النادي الاهلي أهو عيدات خلفي وضارب وطالع وكل قوته كل قوته أحمد سلام بزراعه الأيسر وبيجيب النقطة 24 الحسيني علي رسال عبد الرحمن الحسيني بلعب برسال قوي والنقطة 25 وينتهي الشوت الثاني 25 18 لصالح النادي الأهلي والنتائج اتنين للأهلي لشيء لبترجيت الشوت الأول 25 22 25 18 ونغير الملاعب وراحة ما بين الشوتين الثاني والثالث ونفاصل ونعود لحضراتكم مرة تانية مع حضراتكم في الشوت الثالث من قناة النادي الأهلي بين فريقين النادي الأهلي ونادي بيترجيت في الكرة الطيرة للمتابعة المباراة الكرة الطيرة في الدوري المنتاز ألف رجال في صالح الأميرة عبدالله وخيص البفار ونادي الأهلي بيترجيت والأهلي متقدم الشوتين الشوت الأول 25 22 والشوت الثاني 25 18 ونحضراتكم نتيجة عيدك اليمين هيكون نادي بيترجيت وعيدك اللي يصار النادي الأهلي بزيه الأحمر والتشكيل أعتقد مش هيبه فيه تغيير كتير كابتن فرناندو الأزماني بنتيز المدير الفاني للنادي الأهلي أمام حضراتكم تشكيل عبدالله عبدالسلام 2 أحمد صلاح رقم 4 محمد عصران رقم 9 22 أحمد عزب محمد عبدالمحسن رقم 16 عبدالحليم عبو رقم 3 الليبرو محمد رمضان رقم 7 أما نادي بترجيت على عيدك اليمين رقم 12 اللي هو الليبرو الفريق مصطفى عصران ومعاهم مندوح عبدالمنعم رقم 6 مع عمر أكرم رقم 3 رشاد شبل رقم 1 11 أحمد حمادة 6 مندوح عبدالمنعم 8 لنزل مروان موغة رقم 1 رشاد شبل أما يا النادي الأهلي أمام حضراتكم على عيدك اليسار وبيراجع كابتن إبراهيم زاكي الحكم الدولي حكم الثاني ويدير اللقاء بمعاونة مع كابتن محمد زأزوء حكم أول وبراجع تركيز أو ترقيم اللعبين أو مراكز اللعبين ودي جماهير النادي الأهلي جاي تشجع طريق كرة طيرة طبعا مبسوطة بعد إنجاز كرة اليد ربنا يوفق الأندية الأهلي أو فرق الأهلي في كل الألعاب المختلفة الألعاب الجمعية جميعها إن شاء الله دايما بالتوفيق لفرق الأهلي ودي كرة النقطة الأولى لنادي الأهلي من عبد الحليم عبو من إعداد عبد الله عبد السلام وبيجيب النقطة الأولى لنادي الأهلي واحد الأهلي للشيء بيترجيت والإرسال مع أحمد صلاح هادي أحمد صلاح يلعب بزراعه الأيصر يعيدك يسار النادي الأهلي بزي الأحمر المتاد أحمد صلاح يلعب بزراعه الأيصر أهو استقبال كده من الليبرو 12 22 من نادي بيترجيت مروان شوقي ولكن خاطأ من عمر من علي عبد الله عبد السلام سوري هو بيدي بحظه أهو أمام حضراتكم وقعت منهم بيحاولوا يعني يهدوا نفسهم واحد 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 بيترجيت واحد الأهلي وعلى الإرسال رقم 8 مروان مجا هلعب من أعلى استقبال خارج الملعب الكورة دي خارج الملعب أهو كبار في الملعب بقى عبد الله عبد السلام أحمد صلاح عبد الحليم عبو والتانيين طبعا كلهم يعتبروا بالنسبة لهم زميلهم ولكن طبعا هم الأقدم هم الخبرة هم يعني الجيل القوي اللي حقق بطولات كتيرة الجيل بتاع عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وجميع لعيب النادي الأحليم إرسال من أعلى استقبال إعداد ومحاولة ضربة صحيقة كده من عبد الله عبد السلام وبيعلعبها برجليه وبينقذها أحمد صلاح ومحاولة مرة تانية وده هي ملعوبة وفي حقق الصد ومرة تانية بيعدي أحمد صلاح أحمد صلاح مصح صح جدا أهو بيلعب وحاقتصد مرة تانية ولكن خارج الملعب ونقطة النادي بترجدت ونقطة التعادي اتنين بترجدت اتنين الأهلي أهو إعداد خلفي وحاقتصد من محمد عسران وبتيجي في إيديه وتبقى خارج الملعب من الجهة المقابلة لملعب النادي الأهلي وتبقى نقطة اتنين اتنين إرسال استقبال عبد الله عبدالله عبدالسلام بيعد وبيلعب ليه عبدالحليم عبو يا ولدي عبدالحليم وبيجيب النقطة التالتة سريع كده اهو ابص طالع سريع وضارب هو طوله بسم الله ما شاء الله وجات في إيد لعب المنطقة الخلفية اهو بتبقى خارج الملعب وهدي عبدالحليم عبو عبدالحليم بيلعب من أعلى استقبال النادي بترجد وحاولها مرة تانية حاق صد ناجح عسران وعبد المحسن يا ولد من مركز أربعة بيجيب النقطة الرابعة أربعة لأهلي اتنين بترجد يلا نفرق بقى ونزود الفارق كده هم طالعين حاق الصد وقفلوا الشبكة أو ضلموها عبدالحليم عبو على الإرسال بيلعب إرسال منها على استقبال بترجد وحاولها مرة تانية من أهلي ولكن ضرب حداشر طبعا نكابتن زأزو بيشاور لعبدالله عبدالله عبدالسلام ويعني حاول كرة دي عدت منه تلاتة على الإرسال من بترجد عمر أكرم إلعب إرسال من أعلى استقبال كده من أحمد عزب وعبدالله عبدالله عبدالسلام بيعيد وضرب بصاحقة ضهقت صد ناجح لنادي بترجد وبيأخذ النقطة الرابعة وبتعادل أربعة 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 بترجد أربعة الأهلي كل الدعوات وعلي الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بالشفاء بعد الوعق الصحية اللي اتعرض لها دايما يا رب دايما إن شاء الله يكون بصحة تامة ويعود إلى نادي الأهلي بصحة وعفية هل يرسال مع النادي الأهلي وتقدم النادي الأهلي خمسة مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي بترجد اللي لسه جاي أمام شاشات قناة النادي الأهلي خمسة الأهلي أربعة بترجد والفتى الأسمر عبدالله عبدالسلام بيلعب يرسال قوي وبيعداد وحا تصد نجعه السنائي محمد عسران ومحمد عبد المحسن طالعين مع بعض وجابوا نقطة 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 الست اهو طالعين بص الاتمين هم عاملين حا تصد قوي وجابوا نقطة محمد عبد المحسن اهو بيختفل بالنقطة بتاعته مع زمينه في أرض الملعب وحا تصد تاني اهو اهو قلنا حا تصد هنخلي حا تصد مهارة قوية جدا لإحراز النقاط المتتالية لفريق النادي الاهلي حا تصد اهو جماعي ومتقفل تمام وقفلين الشبكة ومضلمين الشبكة وجابوا النقطة السبعة وفارق ثلاث نقطة اهو ثلاثة هم طلعين احمد صلاح محمد عبد المحسن محمد عصران فيه كرة كده خارج الملعب فيه اعتراض كده من لعب البتروجيت وهنشوف هي ملعوبة المين كرة اللي عدت دي اهي عبدالله على السلام لعب الإرسال اهي هم بيقولوا خارج الملعب هو الحكة بيقولوا خارج الملعب وهم عايزينها بيقولوا جوه الملعب وفيه اعتراض على الكرة كده وكارت اصفر هعتقد لعبدالله عبدالسلام نقطة للنادي بتروجيت خمسة بتروجيت سبعة الاهلي استقبال نادي الاهلي عسران عبدالله بيعد وبيضرب بصحيقة وحاق صد ناجح من بتروجيت او هي لعب خلفي تلعبت لعب خلفي نقطة الستة لنادي بتروجيت على الإرسال رقم 11 هلعب إرسال من أعلى أحمد حمادة وإرسال من أعلى استقبال النادي الاهلي عداد عبدالله لأحمد الصلاح س הם خارج الملعب من بتروجيت والنقطة التام النقطة التام لنادي الاهلي لية سيتة بتروجيت بيعترض عبدالله عبدالله بي hydrated مع زأزوء. على الكرة اللي فاتت. فيك حوار كده. هو واحد بس مفروض واحد اللي اتكلم يا جماعة. مش اللي اتنين عشان برضو الحكم يفهم عايز. انتو عايزين ايه? الارسال مع النادي الاهلي عصران على الارسال رقم تسعة. تمانية الاهلي. ستة بترجيت. والارسال من اعلى استقبال قوي. اعداد. مرة تانية ضرب صاحق. يلا نخلي بالنا يا عبدالله بقى. خلي بالك يا عبدالله. نقطة لبيترجيت. سبعة بترجيت. تمانية لنادي الاهلي. نادي بترجيت طبعا من الفرق المخترمة. لازم نخلي بالنا من الكرات اللي ملعوبة من مركز اربعة ومركز اتنين ومركز ثلاثة في مطقة لجمية. اللي بتتلعب سريع وبتتلعب قوية من على جانبي الشبكة مركز اتنين ومركز اربعة. اعداد مرة تانية يا عبدالله عبدالسلام. يا ولد يا احمد يا صلاح. احمد صلاح بيضرب كده وبيجيب النقطة التسعة. تسعة الاهلي. سبعة بترجيت. هادي جماهير النادي الاهلي امام حضراتك واهي في المدرجات. جاية تشجع فريق النادي الاهلي. اهو عبدالله ورفع واحمد صلاح ضارب. كرة قوية جدا عمر اكرم ملحقهاش. وبيجيب النقطة التسعة للنادي الاهلي. وهدي الارسال مع نادي بترجيت في كرة ما خدناها ما تصوير ما جابهاش لما كان بيجيب بالبطيق. هاو الارسال بتاع محمد عبدالمحسن. جاي في الشبكة. ارسال محمد عبدالمحسن جاي في الشبكة. وهدي نقطة تانية للنادي الاهلي. برضو في تصوير. عشر الاهلي. تمانية بترجيت. والارسال مع احمد صلاح. احمد صلاح الاعلامي على الارسال رقم اربعة. بياخد نفس. طبعا بيقدي اعداء متميز احمد صلاح. بيلعب بلوتر كده ولعب فعلا واعداد ومحاولة منحاقة الصد. قوي. قوية ديا ومخلي بالنا يا جماعة يلا. لكن احنا فرقين برضو. تسعة عشرة. تسعة بترجيت عشرة النادي الاهلي. اهو. نخلي بالنا نخلي بالنا. احنا كنا فرقين تلاتة. تلات نقاط. ولكن. فاصبح اصبح نقطة واحدة لصالح النادي الاهلي. ارسل من نادي بترجيت استقبال عبدالله عبدالسلام بيعدوا ضربة من عبدالحليم عبو يا ولد يا عبدالحليم. يا ولد يا عبدالحليم. بيجيب نقطة رقم حداشر. اهو ضرب سريع من مركز سنة طالعة. وضارب. وجات في الليبرو رقم اتناشر. وبتبقى خارج الملعب من فريق بترجيت. والنقطة بتقدم حداشر الاهلي تسعة بترجيت. واحمد عزب الشرباجة على ارسال. حداشر الاهلي تسعة. شوط التالت. مباراة الكرة الطائرة بين الاهلي وبترجيت. صارت الامير عبدالله الفايصل بفرع نادي الاهلي بالجزيرة. والكرة دي خارج الملعب. والنقطة اتناشر. الدربة الصحيقة اللي عدت دي اهي. خشاط شبل. وبعدين طالع عمر اكرم. وشاط خارج الملعب. النقطة للنادي الاهلي. اتناشر الاهلي تسعة بترجيت. وقت مستقطع. اكيد طلبوا كابتن مسال حميدو. فارق ثلاث نقاط. بيحاول طبعا يصلح الاخطاء. وانا على عيدك اليسار اه اه الجهاز الفني للنادي الاهلي. بخيادة فرناندو بن تيز. ومع اه اه المساعدين محمد السيد محمد حسيني. لتصحيح الاخطاء. والهدوء. عشان ما اطاردش مرة تانية. عشان اه يعني خطأ بسيط توارد. اهو بيكلم معاه فرناندو بيكلم مع عبدالله. والسيد بيتكلم مع عم حمد عصران. والحسيني اهو بيشاهد وبيتكلم ويحاول يترجم لعيبة النادي الاهلي. حوار كده ما بين عبد حليم عب و احمد صلاح على الكورة السريعة من مركز تلاتة. ارسال من النادي الاهلي. احمد عزب الشرباجي. هيلعب ارسال من اعلى. 12 الاهلي تسعة بيت رشد. ومحاولها كده وارسال قوي فعلا واعداد وعقد صد يلا يا جماعة بقى. يلا نغطي على حقة الصد. يلا معلش اتناشر عشرة. اهو. يعني هو طلع. كان مبارد حد يغطي. وهي جات في ايده وغزب عنه هو بيلف نفسه بعد ما طلع حقة الصد. ارسال رشاد شبل استقبال النادي الاهلي. عبدالله عبدالسلام يا ولد. يا ولد يا عبدالله. بيعابها كده بليسنج من الحاجات الحلوة اللي بتعجب الجماهير. والنقطة التلاتاشر للاهلي. بص راح لعبها لف كده بليسنج بازراعه الايسر وجاب منها نقطة. لقاهم مشغولين وعارفين اللي هو هيعد. لا راح لعبها بازراعه الايسر في ملعب منطقة فاضية من ملعب نادي بترجيت والنقطة تلاتاشر. عبدالله 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 ومرة تانية ومحاولة حقص صد ودفاع عن الملعب احبالي معبه. و جميلة محمد عبدالمحسن خد الكرة كده من عبدالله عبدالسلام ولعبها لملعب نادي بترجيت. اهو بص طالع محمد عبدالله ولعبها بازراعه الايسر. كده في لعب من نادي بترجيت. وتبقى نقطة للنادي الاهلي والنقطة 14. فرقنا اربع نقاط لصالح النادي الاهلي. اربعة تاشر الاهلي. عشرة بترجيت. فيه لاعب واقع او اللي هو اللي هو اللي برو اهو. لعب لبرو بترجيت رقم 22 مروان شوقي. عايز يغير تقريبا. او عايز يمسح الارضية برجليه. لا ده هو عايز يمسح الارضية مش انا افتقرت واقع لما كان اه رجليه متنية. فيه تغيير كده هيعمله اهو بترجيت. رقم 15 نازل. احمد ابراهيم. مكان لاعب رقم اه تمانية ممدوح عبدالمنعم. رقم ستة ولا ايه? ممدوح عبدالمنعم. عب حليم عب على الارسال. اربعة تاشر الاهلي عشرة بترجيت. عب حليم بيلعب ارسال قوي اهو. استقبال اعداد ومحاولة من اه من اه محمد عبدالمحسن وطلع وفعلا خد نقطة. النقطة سبعة. النقطة ستةاشر. الاهلي خمستاشر عشرة بترجيت. اهي. دي نقطة. نقطة يعني جت من ايد محمد عبدالمحسن كده. وادي نقطة. لنادي بترجيت. الارسال مع نادي بترجيت. وفيه وقت مستقطع للنادي الاهلي اهو. طلبه فرناندو بنتيز. الاسباني. وقت مستقطع مدوته تلاتين ثانية. طبعا تم إلغاء نتيجة امام حضراتك. خمستاشر حداشر. نصلح النتيجة على السكور. ادي جماهير النادي الاهلي اهي. بتشجع. اللي موجودة. وادي تعليماتها وفرناندو محمد الحسيني. ولعيبة النادي الاهلي. خمستاشر حداشر. فارق. اربع نقاط لصالح النادي الاهلي. حكم الدولي ابراهيم زكي بيشاور لزأزوء. حكم الاول على اللعيبة في الملعب. سواء هنا او هنا. بترجيت او الاهلي. وارسال من نادي بترجيت. خارج الملعب والنقطة ستاشر. خارج الملعب والنقطة ستاشر لنادي الاهلي. عبدالله عبدالسلام الفتر الاسمر رايح الارسال. عبدالله. هو هو احمد صلاح اعتزلوا اللعب الدولي. لانهم ما شاركوش مع المنتخب واعتزروا عن اللعب الدولي في بطولة العلم السابقة اللي كانت في اليابان. لمنتخب مصر. ارسال ضايع من عبدالله عبدالسلام والنقطة اتناشر لبترجيت. ستاشر الاهلي. على الارسال. نادي بترجيت. استقبال الاهلي. عبدالله في السلام بعدي خلف محمد عسران. يا ولد يا عسران. يا ولد يا عسران. بص بقى وشوف الحلاوة شوف. بص الحلاوة هي تسلم ايدك عسران وضارب. يعني ده اللي بيساعده ان عنده واسب عالي جدا. بيقدر يطلع فوق. يعني يشوف الاطوال اللي موجودة في نادي بترجيت هو بيطلع وبيضرب من فوق. يا ولد يا عسران تسلم ايدك. على الارسال عسران سبعتاشر الاهلي. اتناشر بترجيت. ارسال واعداد ومخاولة مرة تانية. ودفاع عن الملعب عسران. ولكن في خطأ على النادي الاهلي شبكة اهو. بيبص للحكم التاني. ارهيم زاكي. اهو. هنخلي بالنا مرة تانية. اهو. طالعين. اهو. في شبكة من لعب النادي الاهلي. من احمد صراح تقريبا. احمد صراح. الارسال مع رقم خمستاشر من نادي بترجيت احمد ابراهيم. وطلعتاشر بترجيت سبعتاشر الاهلي. ارسال من اعلى. استقبال. عبدالله بيعدي. اولا دي عبدالله وضربة صاحقة. خارج الملعب من احمد عزب. وحط الصد لبيترجيت بيبقى خارج الملعب. ونقطة للنادي الاهلي. تمنتاشر الاهلي. تلاتاشر بترجيت. وزاد الفارق الى خمس نقاط مرة تانية. احمد عزب طالع وضارب من مركز اربعة. حط الصد لبيترجيت بيصد الكرة. ترجع خارج ملعب النادي الاهلي وتبقى نقطة للنادي الاهلي. واده محاولة من النادي الاهلي. ولكن ضربة صاحقة قوية من رقم تمانية. مروان موغو. من النادي الاهلي. ورقم اتنين على الارسال كريم فرج. معد النادي بترجيت. يلعب الارسال من اعلى. اربعتاشر بترجيت. تمنتاشر الاهلي. نادي بترجيت برياسة اللواء جمال فوزي. ومعاونه المهندس محمود ابوازة. طبعا دول عمل وفرقة قويسة جدا طبعا وجابه الكابتل محمد مصالح مدير فني لنادي بترجيت. نقطة للنادي الاهلي. ساعتاشر الاهلي. اربعتاشر بترجيت. ومعاهم طبعا سامح مبروك. مموشرف على الكرة الطايرة وامين صندوق نادي بترجيت. العالمي على الارسال. الاهلي. احمد صلاح. رقم اربعة. الاهلي تساعتاشر. اربعتاشر بترجيت. وارسال قوي من احمد صلاح. وبيلعب كده اللي يبرو بتبقى كده. نقطة كده. نقطة للنادي الاهلي. النقطة عشرين. قربنا على نهاية الشوت التالت والمباراة. عشرين الاهلي. اربعتاشر بترجيت. وقت مستقطع اكيد طلبه. محمد مصلحي. ميدو. المدير الفني النادي بترجيت. فارق طبعا ست نقاط. او يحاول يمتص حماس لعيب الاهلي. وبيهدي لعبته. ويشوف الاخطاء اللي عنده. وهدي الجهاز الفني للنادي الاهلي. الاسباني فرناندو. بنتيز. ومعاها محمد السي ومحمد الحسين ياهوم. تعليمات كده اللي هي كل لاعب. عنده اخطاء بيقولوا عليها. وهدي اه 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 الانعاج الطبيعي بيحاول بيعمل ضهر احمد صلاح. لانه بقوله ان شعران او شاعر بألم في ضهر. احمد صلاح العالمي على الارسال رقم تيز. رقم اربعة وعشرين الاهلي. اربعة عشر بترجيت. كرة طايرة بين فريقاي. مباراة الكرة الطايرة بين فريقاي الاهلي. وبترجيت في الدوري الممتاز الجولة السبعة. وضربة ومحاولة وارسال قوي واعداد. ومرة تانية عمر اكرم وحائد صد من النادي الاهلي عب حليم عب وعبدالله عبدالسلام. وبيجيب النقطة واحد وعشرين. واحد وعشرين اهلي. اربعة عشر بترجيت. احمد صلاح ما زال على الارسال العالمي. هم طالعين بص عبدالله وعب حليم. ضلبوا الشبكة. اعفلوا الشبكة. يلا يا عالمي. واحد وعشرين اهلي. اربعة عشر بترجيت. ارسال قوي. مرة تانية. من عبدالله عبدالسلام? وعب حليم طالعين مع بعض. عشان يجيبوا الكرة اللي عادت دي. والنقطة اتنين وعشرين. اهيه في عبدالحليم طالعين. وللعبها عبدالله. لحقها عبدالله. الاتنين كانوا طالعين يلعبوها مع بعض. الاهلي اتنين وعشرين اربعة عشر بترجيت. وارسال احمد صلاح قوي مرة تانية. اعداد من بترجيت. ما حاولها لتقليل الفارج ولا. ونقطة للنادي. دي مرة تسيبه مرة تخيب باقي عبدالله انت عبدالسلام. نقطة لبترجيت. اهم طالعين الاتنين وكرة وقعت منهم او نزلت من عبدالحليم في ملعب النادي الاهلي. طبعا هو بينفعل وزعلان انه كرة ضاعت منه. خمستاشر بترجيت. اتنين وعشرين النادي الاهلي. والارسال مع رقم تمانية. مروان موغا. هيلعب ارسال من اعلى استقبال خارج الملعب. خارج الملعب والنقطة تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين الاهلي. خمسة خمستاشر بترجيت. احمد عزب الشرباجة على الارسال. بيلعب ارسال من اعلى. احمد عزب. بياخد نفس. بيرتقي. بيلعب ارسال قوي. ارسال قوي فعلا. استقبال النادي بترجيت. محاولة من ضرب الخلف كده. اعداد دفاع من الملعب. يا عبدالله يا ولد يا عبدالله. طلع في اثناء ضرب الكرة من لعيب بترجيت. ورجع الكرة ملعب بترجيت. بياخد النقطة اربعة وعشرين. ونقطة وينتهي هذا الشوت. وهذا اللقاع. لصالح النادي الاهلي اربعة وعشرين خمستاشر. الشوت التالت. مباراة الكرة الطائرة بين فريقاي الاهلي وبترجيت. في الجولة السبعة من صالح الامير عبدالله الفايصل. وارسال قوي من احمد عزب. ومرة تانية. ومحاولة. وادي نقطة للنادي الاهلي. والنقطة خمسة وعشرين. وسجدة شكر من لعيب النادي الاهلي على الفوز. خمسة وعشرين خمستاشر. الشوت التالت لصالح النادي الاهلي. ومباراة الكرة الطائرة بين الاهلي وبترجيت. فوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لشيء. خمسة وعشرين اتنين وعشرين. الشوت الاول. التاني خمسة وعشر تمنتاشر. خمسة وعشر خمستاشر. ومبروك للنادي الاهلي ومجرس النادي الاهلي فوز النهاردة. بيخلي الاهلي يتصدد المجموعة برصيد واحد وعشرين نقطة. بعد فوز سبع مرات متتالية. وبرتكول نهاية المباراة بين الفريقين. وإلى اللقاء في المباراة الاخرى مع محدثكم دكتور مروان صالح. وإلى اللقاء مرة اخرى.